مستغرب جدا وانا بقول لكم قد ايه استمتعت بالفيلم ده رغم اني طول زمنه بقول حاجة واحدة بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو فول فيلم فول احداثه بتدور عن مغامرة للصديقتين بيكي وهانتر بنتين من هوات رياضات المخاطرة بيمروا مع بعض بمأساة صعبة وعشان يتعافوا منها بيقرروا يخودوا تحدي جديد التحدي ده هو تسلق برج اذاع مهجور طوله 2000 ادم او 600 متر البرج قديم وحالته سيئة لذلك وعلى الرغم من خبرة ابطالنا عملية التسلق بتقابل كارثة فيا ترى ايه اللي حيحصل فول بينتمي لنوعية افلام اسرع من اجل البقاء على قيد الحياة في اطار من الرعب وبالتحديد اكتر بينتمي لتصنيف ادياء في النوعية دي تصنيف الغلطة الصغيرة العواقبها بتكون وخيمة لو تفتكروا كنا عملنا مراجع الفيلم في التصنيف ده من كام سنة كده وهو فيلم The Shallows وتحديد مكان فيلم فول في وسط التصنيف ده صعب شوية لانه مش فيلم معقد وبطبقات كتير زي فيلم 127 hours مثلا ما هواش واقعي وملموس زي Open Water مثلا وفي نفس الوقت ما هواش فيه سطحية فيلم زي The Shallows بس اللي انا متأكد منه هو ان الفيلم ده صدمني اكتر من الافلام دي كلها جماعة انا بخاف من المرتفعات لا بخاف جدا من المرتفعات عشان الموضوع يكون اوضح انا بقالي 25 سنة تقريبا ما دخلتش بلكونة صورها اقصر من متر ونص حتى لو بلكونة في الدور الاول طب حد يقولي دخلت الفيلم ده ليه عشانكم يا فندم عشان بحبكم عشان عاوز اعملكم حلقة مراجعة حلوة لو الكلمتين دول ما يستهلوش منكم لايك فانا معرفش بصراحة ايه اللي يستهل اللايك وانتو نازلين بقى عشان تدوسوا اللايك لو لقيتوا زرار الاشتراك مش متداس ياريت تعدوا عليه بالشاكوش بسرعة بس بصراحة هو فيه جانب فني خلاني عاوز اشوف الفيلم اولا البوستر بتاعه قد يكون البوستر الافضل والاقوى ما بين كل افلام السنادي لحد دلوقتي كذلك التيزر الاولانية بتاعت الفيلم دي بقى انا متأكد انها افضل برو مدعائي لأي فيلم السنادي لحد دلوقتي ولو حبيتوا تتحمسوا للفيلم زي ما انا تحمست اتفرجوا على التيزر مش التريلر لان التريلر بقى على الجانب الاخر اسوأ مادة دعائية لأي فيلم السنادي لانها حرق الفيلم كله تقريبا والحمد لله انا ما شفتهاش غير بعد ما شفت الفيلم بس المهم يعني ايه دا يا جدعان زمن الفيلم ساعة وسبعة واربعين دقيقة انا سبعة واربعين دقيقة منهم غمض عيني واصلا انا ما حستش ان الفيلم ساعة وسبعة واربعين دقيقة الاحداث سريعة جدا ومتلاحقة اصلا وعلى الرغم من حماسي للفيلم لكن ما كنتش متخيل ازاي حادثة زي دي تملى فيلم طويل ولكن اتفاجئت ان التسلسلات بتاعتنا كتيرة واغلبها يصعب جدا توقعه اه طبعا في شوية تنبؤات كده في البداية بيتم استدعاءها واستخدامها داخل احداث الفيلم وده يسهل جدا توقعه ولكن المفاجآت اللي حواليها كتيرة جدا واصلا اللحظات العادية العابرة اللي ما بين التسلسلات دي بالنسبالي انا كانت موترة جدا يا جماعة في الارتفاع اللي الاحداث بتدور فيه اي واحدة من البنتين كانت بتميل يمين ولا شمال شوية انا كنت برقع بالصوت اللي بيخليني اقول ان فيلم زي ده بعيد شوية عن الشكل السطحي لمعالجات القصص المماثلة هو انه فنيا وتقنيا مش فاضي وده برضو فاجئني وما كنتش متوقعه ايه شخصيتين وعمود حيطلع منه ايه يعني لا الصراحة يطلع منه كتير يطلع منه غلطة صغيرة تطلق الحبكة كلها يطلع منه تحديات ومصاعب كتيرة جدا يطلع منه فرص متعددة للامل اغلبها طبعا بتتحطم على صخور لا صخور ايه بتتحطم على مصامير العمود يطلع منه صراع ضد الزمن وسراع ضد الطبيعة صراع ضد الجغرافيا وسراع ضد التكنولوجيا وده كله بس على مستوى القصة وفصولها فيلمنا متميز جدا على مستوى التجربة السماعية الموسيقى التصورية موفقة جدا ومفجعة جدا وطبعا لكم ان تتخيلوا المؤثرات الصوتية بتاعت العمود نفسه كل تزييقة وكل رنة وكل تريحة كانت بتعمل في ايه بصريا كمان الفيلم رائع الحب اللي شفتهم منه يعني لا بجد شفت لوحات كتير في منتهى الجمال ولوحات تانية حطردني في كوابيسي اللي مش موفق قوي للأسف هو الأداء التمثيلي فيلم زي ده يا جماعة عاوز حاجة من اتنين ينفصال تام عن هوية الشخصيات والتركيز أكتر على التحديات البدنية وده بيحتاج ممثلين لائقين ومش شرط يكونوا جمدين قوي يا إما جعل التجربة دي كلها جزء لا يتجزأ من دراسة شخصياتنا وهنا انت محتاج ممثلين استثنائيين على مستوى القدرات فيلمنا خد الاختيار التاني ووظف ممثلين من الاختيار الأول مش عاوز أقول إنهم كانوا وحشين أو فصلوني في تجربة المشاهدة بس لما كانوا بيقابلوا تحديات صعبة في رسم شخصياتهم كنت بحس إنها أكبر منهم وهنا أنا أقصد التحديات الدرامية لأن في التحديات البدنية البنتين فوق الممتاز وبمناسبة العيوب ففي تقديري الشخصي تسلسل النهاية أحد قراراته ما كانش موفق خالص فيلم فول فيلم جيد جدا فيه إطاره وأنصح جدا بمشاهدته لو حد من حضراتكم عنده مشكلة مع المرتفعات فاختاروا أنتو يا تبعدوا يا دار ما دخلك شر يا إما تجمدوا قلبكم زي كده وتقبلوا التحدي وتدخلوا الفيلم ويستحسن تاخدوا معاكم حد عشان لما تغمضوا عنيكم يحكي لكم اللي بيحصل أصل بصراحة القرار فعلا صعب لو حد ما عندوش مشكلة مع المرتفعات فعنصر الرعب بالكامل بالنسباله مش موجود ولو حد عنده مشكلة حيعاني بصوا يعني أنا شرحت على قد ما أقدر وانتو عقلوكم في رأسكم بقى وهو عموما الفيلم كله مش يا بتخاف من المرتفعات يا ما بتخافش حقيقي أنا أعجبت بتعدد تسلسلات الفيلم واركبت مرجحة الأمل والإحباط من أولها لآخرها ودرجة تقديري لإنجازات الفيلم الفنية مرتفعة خصوصا وإن الفيلم ما فيهوش حاجة مؤذية قوي لشعور المشاهد ودي أكتر حاجة أنا شخصيا كنت قلقان منها فيلم فول تقييمه الرقابي أليف جدا PG-13 وأظن إن ده يجعله أكتر فيلم PG-13 وطرني في حياتي تقييمي لفيلم فول هو 8 من 10 فيلم يستحق يتشاف في السينما يا جماعة أتمنى وإنتو بتشوفوا الحلقة دي ما يكونش تشال بالفعل مناقشة الحلقة إيه أكتر حاجة بتخافوا منها يا جماعة يعني من الآخر الحاجة اللي لو عملوها لكم كويس في فيلم PG-13 تقضوا أغلب الفيلم وإنتو مغمضين عينيكم ياريت تساهموا برأيكم في الكومنز ألف شكرا لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقة تقويل باول تابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو وإنستجرام وبي باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر